طبعا فقط للتصحيح هذه الشراكة قيمتها المالية 200 مليون للفريقين أي 100 مليون للهلال و100 مليون للنصر طبعا خطوة غير مسبوقة دكتور هذه الشراكة كيف تراها وهي تأتي في هذا التوقيت بالتحديد وتخدم الكرة السعودية بالإجمال بكل تأكيد اليوم هو يوم تاريخي ويمكن ذكروا هذا الكلام الرئيسين الأستاذ فاد بن نافل والأستاذ مسلح المعمر وكانوا فخورين واستخدموا كلمة تاريخية الأثنين واستخدموا كلمة استدامة وهم اليوم فريحين بشكل كبير أن هم جزء من هذا الحدث التاريخي اليوم الذي بنى أشياء كثيرة التي تكلم اليوم على بناء استراتيجية تعودنا نقول في تحقيق الأهداف مدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد اليوم بتوقيع مثل هذا العقد أعتقد رح تكون في استدامة للارتقاء بالشكل الرياضي العام اليوم في نمط صحي رح يتغير برؤية عشرين ثلاثين وهذه أحد الخطوات المهمة اليوم نقول لهم فالكم إن شاء الله التوفيق وفرصة وأعتقد هذه الفرصة تستحق أن يتؤرخ بما يذهب اليوم نعم أكبر عقد الشراكة في تاريخ الكرة السعودية سيستمر عنه بناء ملعب للفريقين لكل المباراة التي ستجمع بين ناديهي الهلال وأيضا النصر إلى جانب فوائد أخرى تمويل مالي مهم يخدم مصلحة الفريقين إلى أي مدى هذا مفيد للنصر والهلال على حد سواء هو طبعا هذا نموذج يؤكد لك أن أهمية الربط ما بين الاستثمار التجاري عموما والرياضة لأنه لا يوجد أفضل من الرياضة للترويج لأي استثمار الآن هذا يعطي الهلال والنصر إمكانية التخطيط المستريح والبناء لعشرين سنة لقدام لأنه دائما الفرق لا تستطيع أن تفتح الإنفاق تخشى لأنه لا تعرف بعد خمس سنين عقد الرعاية ممكن أن ينتهي الآن هذا عقد رعاية لعشرين سنة غير عقد الرعاية الأخرى التي تحصلها من القميص وأمور ثانية عقد رعاية ملعب فقط فبالتالي أنا أعتقد أن هذا استثمار ركيزة كبيرة نموذج لما يمكن أن يتم من خلال المزج بين الرياضة والترفيه والاستثمار والمشاعة التسويقية الحديثة لتكوين منتج للمجتمع السعودي والزارة المملكة عقد شراكة مماثل بين شركة وسط جدة وندية الأهلي والاتحاد بنفس القيمة المالية وأيضا بنفس المميزات دكتور محمد ما شاء الله جدة والرياض متساوين في الأمور بكل تأكيد بنفس الفكرة هي هي استدامة هو اليوم فكرة لتغيير نمط الحياة ونرجع ونقوله أيضا نتكلم على سياحة على رياضة على ترفيه تنميق اقتصاد بالفعل لأنه زي ما تفضل الكابتن سامي اليوم أنت تستطيع أن تخطط لمراحل بعيدة اليوم سيكون في استقرار في النادي حتى لو تغير رئيس نادي حتى لو تغيروا أعضاء ممولين اليوم عندك ركيزة أساسية تستطيع أن تبني بها مستقبل النادي والجميل فيها اليوم نقول السياحة الرياضية نقول لسنوات طويلة اليوم فرصة لهذه الأندي الأربعة أن تبنيها بشكل احترافي اقتصادي يساعد على نمو حتى الجيل القادم بإذن الله بإذن الله إذن رح روح لفاصل